وفي صلاح الدين استقبل المحافظ بدر محمود الفحل في مكتبه بديوان المحافظة مجموعة من المحاضرين المجانيين الذين كانوا يتظاهرون أمام بمن المحافظة للمطالبة بالتعينات وأبلغ المحافظ المحاضرين أنه قد طلب من رئاسة الوزراء منحه صلاحية التصرف بالعقود المخصصة للمحافظة لإنصافهم بواقع أربعة آلاف درجة بصفة عقد مضيفا أنه ينتظر الحصول على الموافقة لوضع آلية وضوابط لذلك مؤكدا أنه لديه معالجات في حال عدم استحصال الموافقة وهدفها أنصاف المحاضرين وشدد على أنه يتابع شخصيا مطالبهم مؤكدا أنه تصله مناشدات من فرق الرصد والمتابعة في هذا الشأن فيما وجه لتحرير كتاب موجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بهدف استثنائهم من ضوابط التعيين وعبر المحاضرون عن امتنانهم لموقف الفحل الداعم لهم مؤكدين أنهم سيستمرون في متابعة قضيتهم والمطالبة بحقوقهم حتى تحقيقها